هو أصلاً الحلبوسي قال لياها شخصياً عن طريق أشخاص دزهم في سبيل الوساطة وساطة لأنه نلتصالح شي يريد أي منصب وترجع التقدم؟ لا لا يعني من ضمنها أنه الرجعك للتقدم وكذا قلت لهم أولاً ما هو تقدم شي مات ولا يشرفني أن أكون ضمن هذا الفريق اطلاقاً ثانياً موضوع العمل مع الحلبوسي من سبع المستحيلات والثقة به انتحار لأنه بالمرة الأولى من استخدمها ووسط علي الناس وعلى أبو مان فلش الفريق وإحنا ديره وحده وإحنا عمام وإحنا مدري إيش وتنازلت عن حقي في الشكوى في ذلك الوقت ورح نتصالحنا على أهم من المحسن نية وطيب خاطر وصارت الطعنة الثانية اللي هي 15-1 بإصدار أمر نيابي لاستخدام الورق البيضاء المزورة اللي شقوا العنوان ما لها وكتبوا عنوان جديد ثم بعد ذلك استخدام الورق المزورة بعد ما انكشف تزوير هذه تسمح لي أسألك شي حضرت تقول العمل معه والثقة به صعب مو صعب مستحيل مستحيل بل إنه مجنون من يثق بالحلبوسي بالمقابل بالمقابل إحنا دنشوف فريق السيد الحلبوسي اللي هم اليوم أسامية ضخمة صارت في الوسط السياسي وحتى التجاري منه بغض النظر أني أدبر أسامي بالتجاري ممكن بس بالسياسي ما أعتقد لأنه هو من النوع اللي ما يخلي واحد يبرز وليبرز بيه يبرز منهم سياسي تجاري ضمن مساحته منهم سياسي تجاري اللي هو يرسمها إلى لأنه من النوع لتقوية التجاري ممكن أما أنه تأهير سياسي ضمن النطاق اللي هو يرسمها هناك ولاء مطلق للريس مثل ما يسموه أو يسموه كنت أنت أسموه شوفي ولاء مطلق أنا عاشرتهم ثقة مطلقة يعني حتى نشوف بأعراسهم في مناسباتهم قبل يومين بعرس لأحد النواب وأنا نشوف الغناء كله للريس فأكو ولاء مطلق ما هم يسمعون اللي يحبه بس في نفس الوقت دواخلهم تختلف عن ظاهرهم كل مصدقائي ناس محترمين بالنسبة لي نعم